السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانال وما تنسوا لشاء ختم اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله الموت يفاجئ اليوتبال المغربية من زفلوغ والأم ديالها في حد الإنسان اللي عزيز وغالع لقلبهم فخليكم معايا خطيب الشعب وشكنت وفاليهم ودعواتكم معا خطيب الرحمة والمغفرة الله يرحمه ورحم جميع المسلمين والله يسبسوا عن السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب فبكل حزن والدة اليوتوبر المغربية ميزا فلوغ نزلت ستوريا للحساب ديالها عبر موقع التواصل للجماعي إنستغرام اللي فيه الصورة دياله حد الوليد اللي بقي صغيره مكتوبة فيه إنا لله وإنا إليه راجعون ورافقة الصورة بتعليق اللي كتقول فيه الله يرحمك أولدي فوالدة اليوتوبر ميزا فلوغ مع الناتش شنو سبب الوفاة ديال هدو الوليد اللي بقي صغير نزلت ستوريا آخر لي فيه الصورة ديال القبر دياله ورافقتها بتعليق قتقول فيه يوسف في ديمتي الله الله يرحمك أولدي ويتبزك عن السؤال فميزا فلوغ بكل حزن نزلت ستوريا الحساب دياله عبر موقع التواصل للجماعي إنستغرام لي فيه إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك أخويا يوسف يا ربي إنا لله وإنا إليه راجعون ابن خالتي في دمتي الله فالله يرحم ورحم جميع المسلمين وعرس في الجنة إن شاء الله يا رب والله يصبر الأم دياله الصراحة ختي ماشي سهل عليها فرق الكبدة صعيب وما غدي حسب الإحساس غير اللي مجربه الله يكون معها وتعازينا الحارة ليوتبر المغربية ميزا فلوغ والخالة ديالها الله يرزقهم الصبر والسلوان والله يجعل محب تصبر ودعواتكم مع خسيب الرحمة والمغفرة الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والله يتبزعون السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب فهنا أخويا سنكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على حسن المسابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة شكرا على حسن المسابعة إلى فيديو قبل